بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنان شومان تكتب درامة رمضان آخر حقارة لم أكن أرغب أن أتحدث إلى حضراتكم هذا العام عن الثلاثين أو الخمسة والثلاثين مسلسل التي تم إنتاجهم لوضع حضراتكم داخل صندوق الصندوق المظلم المسمى التلفزيون كل عام وحضراتكم بخير والذي أصبح منذ ثلاثين عام على الأقل هدف الرئيس هو إبعاد المسلمين عن عبادتهم وعن الركن دينهم الثالث وهو الصيام هذا الشهر الذي تتحقق به أربع أركان للإسلام الشاهدتين والصلاة والصيام والزكاة فأصبح أهم المسلم المصري أولا ثم العربي هو كم مسلسل قد شاهد خلال شهر العبادة حاجة تدحك أو تبكي أو تقرف اختر ما شئت لكن ولأني أتابع كاتبة أديبة ناقدة صحفية محترمة عبر تويتر وأستمتع بنقدها لكل مناحي الحياة فقد استوقفني نقدها لبرامج رمضان المصنوعة خصيصا للإلهاء وسيرة الفنانين والفنانات من تزوج ومن خان ومن انتقل من حضن من إلى حضن من ثم فتشت عما قالته هذه الناقدة خفيفة الظل قوية الحجة شديدة الفهم لأدوات صناعة السينما والإعلام والدراما فالتقط فيديو فضحكت جدا حينما رأيته فضحت في هذا الوسط الوقح كما وصفته هي الذي أصبح ينفذ أوامر السيد الركن العقيد الجالس في شركة المخابرات للإنتاج الإعلامي وإنتاج الدراما والسينما سينارجي ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة حنان شومان تقول باختصار هذا الدواء به سم قاتل فإن أردت أن تشربه اشرب بالهنة والشفاء يا حبيب والديك رغم أن الشتية والسباب في رمضان حرام وفي غير رمضان أيضا حرام لكن حين تصبح كلمات مثل وقح وحقير ومقرف هي أقل مفردات الوصف تدليلا على وضاعة وصناعة هذا الإعلام والدراما في مصر هنا أجد تخريجا فقهيا أن وصف القبح بالقبح ليس ذما ولا تحقيرا والله نسأل أن يغفر لنا اسمع يا سيدي وشوف الستة حنان شومان اللي هي أصلا أصلا من جوه جوه عالم الفن والأدب والصحافة المصرية وهي إحدى الناقضات الحقيقيات بل لعلها الناقضة الوحيدة الآن التي تملك الأدوات والجرأة وليست مثل طارق الشناوي على سبيل المثال الذي يطلق عليه ناقد سينمائي ورأيي المتواضع به أنه مجرد رجل استخدمه من أجل أن يمرر فأصبح بلياتشو لتجميل الدعاية للفن وسنينه لكسب لؤمة العيش وكسب الصداقات والصهرات وابوهم الساقة مات مسلسلات رمضان ودراما رمضان أو التلفزيون في رمضان ومازالت البرامج حقيرة بالحقيقة نفيش برنامج واحد واحد من البرامج اللي بتعرض في رمضان على كافة المحطات إلا برامج حقيرة بالحقيقة حاجة يعني مقززة وقديمة قوي قديمة يا جماعة مش معقول حكاية الوان توان دي واللي هي بتاعت الفضايح وانت قلت كذا وامراتك قالت وامراتك عادت بجد حاجات قديمة عملت من عشرين سنة العالم بطل العالم بطل يعملها وإحنا لسه بنعملها من حاجة مقززة شيء مقززة الحقيقة وكلهم يعني على كل المحطات برامج حقيرة اختارت الناقدة السينمائية والأديبة الصحفية حنان شومان كلمة عربية فصيحة لوصف البرامج التي تقدم خصيصا في رمضان لحضرتك أيها المسلم هذه البرامج التي يصنعها أشخاص ليس شأنهم أو ليس لهم علاقة بهذا الدين ولكنهم يدينون ويعبدون المال الذي يأتيهم من خلال هذه الأعمال كلمة حقير في اللغة أو في معاجم اللغة العربية يعني الذليل المهان لقد اختارت حنان شومان لفظا دقيقا في وصف صناعة هذه البرامج إنهم ذليلون ومهانون ومنفذون لكل ما يؤمرون به من أسيادهم قالت كمان في المقطع الفائت أن هذه النوعية الحقيرة في كل المحطات أو القنوات التلفزيونية الموجهة تحديدا للمصر المسلم يا رب سلم عليها طبعا هي هنا بتخبط أو بتخبط في الحلل هذا المصر المسلم المراد قتل هذا الدين في نفسه وفي وعيه وفي اللا وعي عنده أيضا حتى يصبح مسلما مسخا لا طعم له ولا لون السؤال هل يمكن أن تصنع البرامج التلفزيونية الموجهة للأسرة المصرية هكذا الإجابة نعم وقد حدث بالفعل منذ نظرية جوبلز وزير إعلام هتلر الذي وضع أساس الكذب في الإعلام وما زال ينفذ أو تنفذ هذه النظرية في كل الدنيا وتحديدا في وسائل الإعلام العربية وفي القلب منها مصر هل يمكن أن تصنع الدراما التلفزيونية والسينما وتصنع شعبا مسخا لا قيمة له منزوع النخوة والرجولة والدين الإجابة حدث هذا بالفعل من خلال سينما الخمسينات والستينات والسبعينات وانت جاي إسماعيل ياسين على سبيل المثال إسماعيل ياسين في الجيش وفي الشرطة وفي المطاف إلخ إسماعيل ياسين الذي ضربوه على مؤخرته وأخذ منه كل أمواله وممتلكاته ومات فقيرا بائعا آخر عمارة له في الزمالك لصالح الضرائب المصرية أو عشان يسدد قيمة الضرائب المصرية الناصرية معلومة عبد الناصر كان صديق إسماعيل ياسين ابن إسماعيل ياسين كان صديق خالد عبد الناصر وكان بيروح بيت عبد الناصر يلعب مع صاحبه عسكر يعني معسكر يعني توجيه معناوي أو تخريب معناوي كما تشاء سميه ما شئت هل هذا موجود اليوم؟ نعم شركة سينيرجي المملوكة للمخابرات المصرية تقوم بهذا الدور على أكمل وجهة والدليل قالوا له قالوا له إيه بقى؟ قالوا أن مصر فئيرة جدا أو فئيرة آوي ومع ذلك تم إنتاج 35 مسلسل رمضاني هذا العام من أجل تسكين حضرتك وضرب حضرتك على راسك حتى لا تدرك هل أنت تعيش في واقع أم تعيش في خيال الدراما الكاذبة الضعيفة المفتعلة التي يسرقونها بالموضوع وباللقطة وبالدكور وبالملابس وبالشخصيات وحتى الحوارات ومع ذلك فاشلون كما قالت النقضة حنان شومان نفسها والسؤال الذي يدور في ذهن حضرتك الآن ويجب أن أجيب علي مين هي حنان شومان قبل ما أكمل وأخوض في الهدم لهذا العالم الذي لا يتقي فينا أحد منهم ربنا أو يتق الله هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان بالجملة وكأن ضمائرهم قد تم خصخصتها لصالح الشيطان وأعوانه حنان شومان من هي تلك السيدة التي أستدل بكلامها أقول حضرتك تعتبر حنان شومان أحد أهم النقاض الفنيين في مصر اليوم ورأي هي الناقضة الفنية الوحيدة حققت شهرة كبيرة من خلال ما تقدمه من نقض للكثير من الفنانين المصريين والعرب وأعمالهم أيضا وأيضا نقض لكل أنواع ومناح الحياة تمتعت هذه الشخصية الناقضة بالجرأة في كل اتجاه لم تحسب على نفسها اتجاه ولم تحسب أيضا على اتجاه لذلك ما زالت موجودة على الهوى والمية ولم يمنعها مانع ونتمنى من الله لها السلامة وأن لا يمنعها أحد وتستمر حين تنتقد تعرف أن هذا النقد قد خرج من مخزونها ولم يمليه عليها أحد وزي ما حضرتك وحضرتك شايفين هي بمعايير الشخصية امرأة متبرجة يعني من اتجاه غير الاتجاه الذي أشعر بالطمأنينة أكتر داخله وهو اتجاه الالتزام بالشكل والمضمون الإسلامي ومع ذلك لا يمكن أن أبخسها حقها حتى وإن اختلفت معها في الشكل فأنا متفق جداً معها في الجوهر والمضمون فيه مونة عبدالوهب الموزيع بتقدم واحد من البرامج دي وأنا مستغربة شوية حتى الفكرة بتاعة البرنامج اللي هو البتاعة اللي بيطلع ويعمل سيلندر كده بتطلع بترتفع وتعمل أصوات رعد وبرق يا جماعة ده يا جماعة ده إيه لها بلده وبعدين سؤال غريب منها كده تقولك قناع ولا اقتناع؟ يعني إيه؟ يعني إيه قناع ولا اقتناع؟ يعني حتى اللغة مش مفهومة مش مفهومة أنا والقناع يا دنايا يا ننعين أم المنتج والممول اللي دفع من قوة الشعب الفقير قوي أكتر من مليار ونص جنيه عشان ينتجوا هذه البرامج والدراما حتى ينتج لها أيضاً هذا البرنامج الفشيخ المنور قوي فقط من أجل أن تظهري كتفك عريان بس الأهم أن السيقان كمان والفخاد تكون أمام المشاهد الصائم أو اللي لسه فاطر على فخاذ السيدة مقدمة برنامج قناع ولا اقتناع؟ أقصد أنا ولا القناع؟ اللهم إني صائم اللهم إني ألوذ إليك من غضبك على هؤلاء المفسدين في الأرض لم أشاهد هذا البرنامج ولا غيره ولا يمكن طبعاً يخطر على بالي أن أنظر لحظة لبيوت الضعارة المسماه برامج على قنوات فضائية مملوكة المفروض للدولة اللي المفروض يملوكها الشعب اللي المفروض أنه مسلم ولما نوصل لجملة أن شعب مسلم دي خليني أقول لحضرتك فيلم مش مش ده كان زمان وجبر السيدة العارية في رمضان والتي تدخل بيوت المسلمين المغفلين الذين يسمحون لها بالدخول ومشاهدتها بإرادتهم تستضيف نساء ممثلات عاريات زيها بالضبط إلا قليل والحوار السامج الحقير كما وصفته الكاتبة الناقضة حنان شمان يدور هذا الحوار في فضاء ولا حاجة لأي شيء شاهدت لجلة أكتب حوالي دقيقتين متفرقتين من برنامجها أو من حلقة حلقة كانت مستضيفة بها ممثلة اسمها غادة والسؤال المحور اللولبي التي قامت هي وفريق العمل العبقري ببناء الحلقة عليه هو إيه؟ تهمتك في الحياة إنك طيبة ياه طيب وإحنا ما الأبو اللي خلفونا طيبة ولا شريرة هي مش مجرد مشخصتية بتلبس دور وتنفذ اللي بيؤمرها بيه المخرج اللي بينفذ اللي بيؤمره بيه المنتج إقلاع يا غادة تقلع انفخ يا غادة تنفخ نامي على السرير بالشكل ده لأن الكرين هيغدك تراك إن وبعدين ترك أب عشان يظهر مفاتن جسمك تمام يا مخرج شيء حقير وذليل ومهان هذا العالم الذي كان من المفروض أن يكون إبداعاً فجعلوه مخوراً يدخله المشاهد الذي لا يملك قيمة الدخول إلى المواخير الفعلية في الشوارع المشبوهة اللهم إني صائم اللهم إني ألوذ بك وببابك مولاي إني ببابك قد بصدت يدي من ليه ألوذ به إلاك يا سندي طبعاً الأخت باسمة واهبة دي يعني حاجة مقيضة يعني شيء الحقيقة يع يع يعني هو ده الحاجة الوحيدة أو ده التعبير الوحيد اللي يصلح إن إحنا نقوله يع إيه الأرف اللي أنتو بتعملو ده؟ يع إيه الأرف اللي أنتو بتعملو ده؟ برضو استخدمت حنان شمان لفظاً عربياً فصيحاً يستخدمه المصريون ولا يعرفوا أصله وهو كلمة يع وأصله كما يقول كتاب المقتضب ومؤلفه محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد الذي كتب كتاب المقتضب سنة 898 ميلادي بيقول إن كلمة يع أصلها من أع أع وهي كلمة تقال لصوت المتقيئ وتستعمل للتأفف وهي فصحة استخدمها المصريون للتعبير عن الإمتعاد والقرف عبرت حنان شمان ببساطتها العميقة عن حالة بسمة وهبة التي ينطبق عليها حقاً هذه الكلمة يع إيه الأرف ده؟ هذه السيدة بسمة التي بدأت حياتها الإعلامية في قناة اقرأ التي شاركت أنا شخصياً في إدارتها في وقت ما منذ عشرين سنة تقريباً حين كنت أحد قيادات شبكة اي ار تي السعودية كانت محجبة وكانت تقدم برنامج يخرجه صديق الطيب الجميل عمر زهران كان برنامج جيد جداً وقريب من الناس وحقق نجاح كبير لأنه كان بيختار الفرقعات إيه اللي حصل لبسمة واتلغباتت أوي كده ليه؟ نال برنامج قبل أن تحاسبوا شهرة واسعة حينها لأن اقرأ كانت القناة الدينية الوحيدة في العالم العربي وكانت عابرة لكل حدود الدول العربية ظهر بعدها الرسالة وكان من أهم البرامج الدينية وقدمت خلال هذا البرنامج العديد من الحلقات الساخنة عن الإنس والجن والشذوذ الجنسي تلك كانت بداية بسمة يعني هي وفريق العمل كانوا عارفين إيه الموضوعات اللي تجيب زبون وتعمل فرقعات وتحقق مشاهدات واعتمدت على الشخصيات المثيرة للجدل لكنها قدرت تحط قدمها على ساحة العمل الإعلامي وتشتهر شهرة حقيقية ومن خلال البرنامج تحولت بسمة إلى داعية إسلامية تلجأ إليها بعض الفنانات المعتزلات لتقف هي بجوارهن في أزماتهن النفسية وتدعوهن ما شاء الله عليك ومن خلال برنامجها أيضا أجرت بسمة حوارات مع بعض النجمات المحجبات والفتيات الشبات المصابات بالسرطان شفانا وشفاكم الله من كل داء ثم حدث الاختفاء والعودة بدون عباءتها إلا حصل واللعب مع الكبار إلا حصل غابت بسمة وهبة عن قناة إقرأ وعن جمهورها لفترة طويلة وعادت لهم بالمفاجأة الأولى وهي برنامج اللعب مع الكبار عادت بسمة إلى جمهورها بملابس عصرية عارية وبعد ما تخلت عن عبائتها التي عرفها بها الجمهور حققت من خلالها الشهرة الكبيرة ثم تحولت التحول كان في الضيوف أيضا فهي كانت تحاول خلال برنامجها بدل الشيوخ نجوم الفن مثل يسرى ومحمد هنيدي ووردة الجزائرية يعني باختصار أكل عيش أكل عيش كما يقول الشاعر العراق العبقري أحمد مطر لم يمت حرا من الجوع ولم تأخذه إلا من حياة العبد خيفة لا ولا من موضع الأقدار يسترذق ذو الكف النظيفة أكل عيش كسب قوت إنه العذر الذي تلعكه المومس لو قيل لها كوني شريفة هكذا كتب أحمد مطر زواج وطلاء ومفاجآت والتخلي عن الحجاب كانت هذه هي بسمة وهبة كانت بسمة متزوجة من رجل أعمال سعودي عجبته على الشاشة فتجوزها يدعى أسامة السيد وأنجبت منه ولدين هم عبد الرحمن وعبد العزيز لكنهم انفصل نتيجة خلافات بينهم واتهمت وقتها إنها سرقت أموال وذهبا من الفيلة التي كانت تعيش بها في السعودية مع السيد أسامة طليقها قالوا إن الدهب بتاع أم زوجها وقد اختفت هذه الأشياء واتهموها هذا كان مجرد اتهام أو علشان يجبوها معرفش لكنها ملت من حياة الاختفاء واشتاقت إلى الأضواء فقررت الهرب والعودة إلى عالم النجومية والشهرة والأضواء الكاذبة وخدت ولادها معاها المفاجأة الثانية كانت تخلي بسمة عن حجابها وأعلنت عن زواجها للمرة الثانية من ضابط الشرطة والنائب علاء عابد الصدمة الأكبر لها كانت هروب ابنها الأكبر عبد الرحمن وعودته ليعيش مع والده في السعودية وتدولت أخبار أن سبب هروبه أنه لم يستوعب أن تعيش أمه مع رجل آخر واد حرف ده طبعا أمر طبيعي حاولت بسمة أن تسترجع ابنها مرة أخرى من خلال بيان صحفي تؤكد فيه انفصالها عن زوجها المصري لكن دون نتيجة فعادت بسمة مرة أخرى إلى زوجها المصري لماذا هذه التفاصيل أيها السادة؟ حتى نعرف معا من هؤلاء الذين يضعونهم أمامكم كل ليلة ليفسدوا في الأرض ويخربوا أخلاق ودين هذه الأمة ويلعبوا في عقولكم وعقول أبنائكم وينتجوا مجتمعا مصريا عربيا مسخا لا هو لبن ولا هو سمك الإجهاد وست ساعات داخل غرفة العمليات تعرضت بسمة لعملية إجهاد بعد فقدانها جننها في الشهر الثالث من الحمل وكانت العملية صعبة جدا نظرا لصعوبة حالتها الصحية حيث مكثت في غرفة العمليات حوالي ست ساعات نجها الله من الموت فهل عادت إلى الله؟ لا بل زادت عنادا وعداء لله محربة السرطان وتبني طفل ووصيتها مرحلة أخرى بمئة راجل عادت بسمة إلى الأضواء مرة أخرى بعد كل الإبتلاءات التي مرت بها تستضيف خلال هذا البرنامج بمئة راجل نمازج لنساء ناجحات تغلبنا على ظروف هن الصعبة وقدمت بسمة بعض البرامج الأخرى التي لاقت نجاحا واسعا لكن السرطان كان لها بالمرصاد أو الدرس الجديد من الله لعلها تعود في عام 2012 أصيبت بسمة بمرض السرطان شفانا وشفاها وشفاكم وعفانا جميعا الله لا أحد بعيد عن الإبتلاء أجرت عملية استقصال الورم الخبيث واستقصالت أحد ثدييها وفقدت نصف وزناها واستمرت فترة طويلة تتلقى الجرع الكيموية بعد مرضها بالسرطان ظهرت في حلقة مع نيشان بمنتهى القوة وهي ترتدي فستان وبروكة بعدما تسبب المرض في حلق شعرها حكت بسمة ظروفها ظروف مرضها وكيف تؤمن بقضاء الله ولم تخلف أو يخلف الله سبحانه وتعالى ظنها وفكرت في أن ما حدث لها كان بسبب خلعها للحجاب سبحان الله يعني شهرة بالحجاب ثم خلع حجاب ثم طلاق من أجل الحجاب ثم فقدان أبناء ثم سرطان ثم الشعر الذي تباهت به وكشفت راح مع الكيموي ولم تعود قالت بسمة عندما أبلغني الطبيب أنني سأفقد شعري ذهبت للمنزل طلقت إحضار كوافير لقص شعري وكان الجميع من حولي في حالة استغراب من حالتي متسائلين لماذا؟ فقلت لهم لن أنتظر حتى يقع أو يسقط وأكدت أنها ظلت تغني وتضحك أثناء القص لكنها في لحظة ما بكت وجريت من أمام المرآة اللهم هدينا في من هديت وكانت تتساءل كيف سيستقبلني زوجي بعد استئصال ثدي وحلق شعري لكنه قال لها بسمة هذا مشوار وسنكمله معاً وكان يدعمها راجل أصيل تتبنى بسمة وهبة طفلة تدعى خديجة وأكدت أنها تحبها كثيراً وعندما طلب منها النشان أن تكتب بصياتها أوصت إلى أبنائها الأساسيين عبد الرحمن وعبد العزيز بعد وفاتها أن يقوم برعاية ابنتها بالتبني خديجة ربنا يجزيكي خير وبعد الخضوع لفترة علاق طويلة تعافت بسمة من المرض الخبيث وفي 2019 تم منعها من حضور عقد قران نجلها في السعودية طبقاً لقواعد المملكة شاركت جمهورها عبر الفيسبوك فيديو وهي تبكي وقالت ابني سعودي الجنسية وخطبته أيضاً سعودية وعقد القران سيجري بالمملكة والعادات هناك أن يكون كذب الكتاب للرجال فقط ولا يحضره أي سيدة وشددت على احترامها لعادات وتقاليد الشعوب العربية وتعاطف طبعاً معها الكثير من رواد مواقع التواصل لكن الحزن تحول إلى فرح عندما نشرت صورتها مرتدية الحجاب معلقة الحمد لله وصلت جدة يبقى الحجاب برضو كان مفتاح رجوع وكان سبب انفصال ثم صورة تجمعها بزوجة نجلها معلقة عروسة ابني وعروسة قلبي والروح قلبي تمتلك بسمة وهبة مطعماً شهيراً ومؤخراً أثارت فطورة صحور من المطعم الجدل بسبب المبلغة في الأسعار لأن فطورة واحدة اقتربت من 4000 جنيه لصحور أربع أفراد فقط بالعنى والشفى كله على حساب صاخب المخل وردت بسمة على الانتقادات قائلة هو مطعم سياحي أكثر منه كافيه وتابع لغرفة السياحة وليس للحي وأنا مش بحط أسعار المطعم بمزاجي واصفة ما حدث بأنه حملة ممنهجة ضدها وأضافت أنا مش عارفة أنا عملت إيه ما قدرش اتهم حد المطعم فيه 99 موظف على مستوى لائق لخدمة السائح وعملين سمعة فيه البلاد اللي برة والأجانب بيحجزوا قبل ما ييجوا مصر يعني إيه يعني حضرتك تقدر تفهم النباس مواهبة التي تخطط الأربعين عام وما زالت تبحث عن أكل عيش في أي حتة وأي حاجة الزواج من ثاري السعودي بعد شهرة الحجاب ثم وبعد أن أصبح الحجاب موضة قديمة أصبحت تخرج على الشاشة كاشفة أجزاء من جسدها الذي ترك السرطان أثره عليها وعليه وما زالت أشوفها وأراها وهي تظهر تظهر هذا وهذا جلد على العظم كما يقول المصريون لكنها أيضا تبحث عن الفرقعات التي بدأتها حتى على قناة إقراء الدينية نفهم أن لفظ يع وإيه القرف الذي استخدمته الناقضة الفنية حنان شمان كان يعبران تعبيرا دقيقا عن بسم وهبة التي مرت بكل هذه الإبتلاءات ولم تتعز رغم الرزق الذي جاءها ولم تتعلم هي أو أنا أو نحن علينا أن نسارع إلى الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد سبنا بعد الوقت من البرامج والإعلانات التي لا تحمل أي نوع من أنواع الفن الحد الأدنى من الفن بتوع الإعلان بقوا بيكتفوا أن يجيبوا نجم فتقول الإعلان بتاع عمر دياب الإعلان بتاع همد منير الإعلان بتاع حمائي وانت بتشعر في المنتج إيه فحاجة يعني بؤس حاجة والله بائسة جدا حاجة بائسة جدا هذا الوصف هو الوحيد الذي خاب من حنان شمان لأن من شاهد إعلانات مصر في رمضان قالوا عنها كلاما شديد القصوة عن بائسة هذه كثيرا لقد استخدموا في هذه الإعلانات الفنانات أو موديلز الإعلانات عاريات أو يلبسنا شفاف الملابس مع إمالة واستمالة وحرقات تستخدمها فتيات الليل في بيوت الضهارة هكذا وصف لي أحدهم أو إحداهن وهم الذين طلبوا مني في غضب شديد أن أتكلم عن إعلانات رمضان الفاسدة الفاسقة المفسدة في بداية حياتي أنشأت وكالة إعلان كانت في شارع الشواربي ثم أصبح لها فرع في المعادي ثم فرع آخر في المهندسين وفروع في الكويت وقطر ولبنان أنتجت في هذه الوكالة ما يتخطى أو يتعدى 1400 إعلان تلفزيوني وسينمائي لم أستخدم فيهن أو فيهم جميعا النساء إلا ياسمين عبدالعزيز الممثلة وكانت وقتها طفلة أو أكبر قليلا من طفلة لم تكن ممثلة بعد كانت بتظهر في الإعلانات ظهرت معي في حملة لشركة اسمها سيلي تال كانت تنتج الثلاجات والغسلات ونفزت هي نفزت معي إعلانين من الحملة تحت الماء في شرم الشيخ وكان مدير التصوير تصوير الإعلانات مدير التصوير للمصر الكبير جدا الأستاذ سعيد الشيمي أطال الله عمره وكان شريف ابنه شريف الشيمي المصور للإعلانات مع والده وشريف أيضا أصبح مدير تصوير كبير لم أستخدم النساء ولم تكن المرأة بالنسبة لسلعة رخيصة أستخدمها لا بيعا في الإعلانات ولا شراءا وقد حققت هذه الإعلانات نجاحا كبيرا بفضل الله في حملات كبيرة بالخليج وخدت من إعلاناتي الإعلان الأول على مدى سنوات بيرجر وبربر كينج وبيبسي كولا وشركة دايموند الألماظ وشركة دومتي وغيرهم طبعا شركات كثيرة جدا يعني ممكن يكون فيه إعلان بدون نساء بدون ابتزال بدون إفساد نعم ممكن جدا وأول من استخدم المرأة في الإعلان وأول من فتح بيوت الدعارة أمام كاميرات الإعلانات كان طارق نور أشهر مخرج إعلانات مصري مر على مصر وكان وما زال يملك أشهر وأكبر شركة إعلانات في مصر وهو صاحب قناة القاهرة والناس التي أنشأها بتمويل إماراتي لضرب الثورة المصرية وقد حقق ما أراده لأنه حقيقة رجل شاطر هو يعني الشيطان حضرتك هيختار ناس يكونوا عبيده وليسوا متفوقين ده كلام هل هذا السؤال أيها السادة؟ الخلاصة مصر والمصري محاصر إعلاميا ودراميا بكل أنواع الفساد والإفساد حتى لا يبقى مصري واحد يملك النخوة والجرأة ليطالب بالتغيير وإعادة مصر لما تستحق أن تكون عليه ليه؟ لأن الصهينة يحكمون ويتحكمون ليس في مصر وحدها ولكن في المنطقة العربية كلها وسلم لي عدت رماي وقبل ما أقول حضرتك هذا ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم أنصحك تابع السيدة حنان شومان الناقضة المحترمة سواء على تويتر أو فيما تكتبوا على الفيسبوك أو حتى في قناتها على اليوتيوب حتى وإن اختلفت مع مظهرها فإن جوهرها مثلك ومثلي ولعلها أكثر نقاءا ونظافة مني اخبط لايك اخبط اشتراك في القناة يا حبيب والديك واعمل مشاركة للحلقة خلي الناس تسمع رأي وحدة ناقضة لسه بقية من عالم الناس اللي كانت بتفهم و سلام يا عم آدم مدينة فلكم خطانة ما قلنا منكم بواحدة قبل واحدة يا عم آدم شكرا